الحقيقة محمد هاني خد بطاقة حمرة النهاردة بغض النظر عن أن هي بطاقة حمرة أو يستحق أو لا يستحق فيه ناس بتقول أنه هو يستحق وفيه ناس بتقول أنه هو لا يستحق أنا أصبحت من الناس اللي بيقوله أنه هو لا يستحق بعد ما سمعت الكلام كابتن نصر عباس طيب محمد هاني أول مرة ياخد طرد يمكن لعب اتنشر مباراة قبل مباراة الجزائر مع المنتخب وعمره مخد طرد فيهم وصنع هدفين بلعب مهم زي ما سمعنا من الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي لمنتخبنا القدم وبيقدم مستويات رائعة خلال هذه الفترة من بعد المباراة الغاية دلوقتي شفت بعض الهجوم الغريب على سوشال ميديا بخصوص محمد هاني وطبعا أنا متأكد أن ده موجه من ناس معينة من بعد من لا يشجع النادي الأهلي لأنه زي ما قلت لحضراتكم استقرار النادي الأهلي بيخلي الناس تبقى متضايقة تبقى زعلانة يلا اضرف محمد هاني والله أنا سمعت موزيع في الراديو بيتكلم بهذا الشكل ايه ما كانش ينفع يا محمد هاني تعمل كده وما ينفعش أن هي الكرة تيجي كده لأن هي يعني في كرة في الجنب وبعيدة ويعني والله في ناس غير متخصصة وبتتكلم بهذا الشكل يقول لك الكرة بعيدة أصله مفروض ما كانش يعمل كده يعني هي لو الكرة قريبة كان مسموح له أنه هو يعمل كده كلام غريب جدا الحقيقة الواحد بيسمعه في الراديو تقول تسمع كده وتلاقي طبعا فيه ناس فهم كرة كويس جدا بتناقش الموزيع اللي بيتكلم بهذا الشكل وتقول له يعني ما فيش حاجة اسمها كده طرد طرد واللي مش طرد يعني إذا كان مستحق فهو طرد وإذا لم يكن مستحق فهو مش طرد أتمنى أن يكون فيه عقلانية في التعامل مع الموقف لأنه مباراة ودية في النهاية يعني إيه هي فايدة المباراة ودية مثل هذه الأمور أنه نغلط وصح على الأخطاء إذا كان هناك خطأ تلعب وتكسب وتتعادل يعني أنا مراده هو بيتكلم عن المباراة وبيقول أنه هي نزع علينا لا ما تزعلوش إحنا ما كسبنا النهاردة أكتر بكتير جدا من التعادل أكتر بكتير جدا من التعادل المهم استفادتك إن دا والحقيقة محمد هاني من وجهة نظري واحد من أفضل اللاعبين ويستحق التحية على المستوى اللي بيقدمه خلال فترة الفاتحة يمكن دي تاني أو تالت مرة تكلم فيه عن محمد هاني لأنه يستحق وأعتقد أنه هيكون دائما من الاختيارات الأساسية لروي فيتوريا خلال المرحلة القادمة أنا حبيت بس أتكلم بسرعة في موضوع محمد هاني سواء كنت شايف أنه كارت أحمر يستحقه أو لا يستحقه ما ينفعش نتعامل مع محمد هاني بهذا الشكل بعض من لا يشجع نادي الأهلي رحين في اتجاهات مش لطيفة لكن في النهاية هي مباراة ودية وانتهت واستطاع منتخبنا الوطني أن يتعادل في هذه المباراة أو المنتخب الجزائري اللي يتعادل مع منتخبنا الوطني وفي نفس الوقت مكاسب كثيرة جدا في هذه المباراة نروح للأهلي واللي بيحصل في الإعلام الحقيقة الحياة